منحة ما يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفي شغلة مهمة كتير 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 عم تحكيها أنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع صلاح الدين الأيوبي في قبل ما يفتتح القدس حكل جنوده لا تصدقوا عني ما يقال على الفيسبوك والإنستغرام هتتفاجعوا تقولوا أنت كذاب كيف صلاح الدين وش بعرفوا أيامها بالفيسبوك والإنستغرام لأنه للأسف 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 في ناس عم تنقل شائعات ما أنزل الله بها من سلطان بس لهدف واحد وهو إدارة الرعب والخوف في قلوب الناس نهاية العالم انتهى العالم مش عارف إيش أشياء صراحة يعني قلت يعني لازم يحاسبوا لازم يوضع حد لهذه المهزلة انتشر كتاب حديثا اسمه أو مقولات من كتاب اسمه أخبار الزمان اللي كاتب باسمه إبراهيم بن سلويقة قيل أنه كان في القرن الخامس الخامس الهجري وتوفي سنة 463 هجرية الكتاب بيحكي أنه تنبأ في أخبار آخر الزمان واسم الكتاب أخبار الزمان وتحديدا في صفحة 365 زعم البعض أن نهاية العالم في 2020 قائلا دعوش رأيكم ياه حتى إذا تساوى الرقمان عشرين يساوي عشرين على أنه عشرين عشرين وتفشى مرض الزمان منع الحجيج واختفى الضجيج شعر الأخ واشتاح الجراد وتعب العباد ومات ملك الروم من مرضه الزؤوم وصرتم كما اليهود في التية وكسدت الأسواق وارتفعت الأثمان وارتفع وفارتقبوا شهر مارس سبحان الله أيامها كان في شهر مارس يعني زلزال يهدد الأساس يموت ثلث الناس ويشيب الطفل منه الرأس أو الرأس مش عارف طبعا هذا مقتطفات من كتاب أخبار الزمان صفحة 365 لإبراهيم بن سالويقية طبعا هذا الكتاب أثار ضجة ورعب بين الناس وكلام هذا السيناريا والجراد والضجيج ومنع الحجيج يعني أكنوا بحكي فعلا عن ما هو موجود لكن في الحقيقة بعد بحث ودراسة شوية هيك وجدنا أنه لا وجود لهذا الكاتب ولا لهذا الإسم ولا لهذا الكتاب وهذا فقط وجد لإثارة الهلع والخوف بين الناس فبرجع بحكي يا فاسقين يا فاسقين حسابكم عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نقدر نمسككم ونوقفكم ونقدر نوقف الهبل اللي بتسووه لكن ما تقوم به من تدكين وتأليف وتغيير في التاريخ ستحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى الكذب يا جماعة الكذب هو أكبر صفة يجب أن توقف ورسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن المؤمن هل يسرق ويزني وقال نعم ولكن عندما قيل له هل يكذب قال لا المؤمن لا يكذب وعشان هيك جميعا لازم نقف يد بيد عشان نوقف هدول الكاذبين الفاسقين فتبينوا يا جماعة فتبينوا السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد